نشرت صحيفة The Wall Street Journal مقالاً قالت فيه أن تعافي الأسواق توقف على الانخفاض السريع في التضخم وأوضحت أن الأمال في أن تهدأ زيادات الأسعار بسرعة قد دعمت سوق الأسهم والسندات هذا العام مستندة في تحليلها إلا أنه وراء البداية المحسنة للأسواق هذا العام يكمن رهان واسع نطاق على أن التضخم سيشهد قريباً انخفاضاً لمرة واحدة في جيل تشير مقاييس توقعات التضخم المستندة إلى السوق إلا أن الواتير السنوية لارتفاع الأسعار سينخفض في الأشهر المقبلة بنفس السرعة التي كانت عليها أثناء الركود الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008 أو عندما استخدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر أسعار الفائدة المكونة من رقمين لسحق الارتفاع الكبير للتضخم في أواخر السبعينيات ووفق تحليل The Wall Street Journal لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين فإن الرهانات على معدلات التضخم المستقبلية تظهر أن المتداولين يتوقعون تضخماً بنسبة 2.1% تقريباً هذا العام وإذا تحققت هذه الأرقام فإنها ستمثل انخفاضاً سريعاً تاريخياً ومع ذلك يحذر العديد من استراتيجي وول ستريت على أنه سيكون من الصعب تحقيق نهاية غير مؤلمة للتضخم المرتفع إذ تشير فترات التضخم السابقة إلى أنه نادراً ما ينخفض بالسرعة التي تتوقعها الأسواق الآن في غياب ركود خطر ووفق خبراء فإنه من السابق لأوانه افتراض أن التضخم سيستمر في الانخفاض المنظم خلال بقية العام مع ذلك جلبت الأشهر الثلاثة الماضية تفاؤلاً متجدداً بشأن تهدئة التضخم وإنهاء زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت ممكن في شهر مارس إذا كان معدل التضخم يتراوح نحو 6.5% في ديسمبر وهو الأدنى منذ أواخر عام 2021 وقد أبطأ البنك الاحتياطي الفيدرالي وطيرة زيادة أسعاره في ذلك الشهر ومن المتوقع على النطاق الواسع أن يفعد ذلك أيضاً مرة أخرى في شهر فبراير المقبل ويشير المحللون الذين يتوقعون تباطئ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام إلى انخفاض كبير في أسعار الطاقة منذ الصيف فضلاً عن تخفيف الزيادات في أسعار المواد الغذائية وبعض السلع في الأشهر الأخيرة للمزيد بشأن هذا الموضوع وتحليل ماذا تعني تلك الأرقام والتوقعات ينضم إلينا من ماساتشوسس عميد ومساعد للإستراتيجية والابتكار والتكنولوجيا في جامعة بوستن أليكزاندر توميك ومن عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي المتخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية مازن رشيد أبدأ معك أولاً أستاذ أليكزاندر ما هي المؤشرات المحددة برأيك التي تدفع المشاركين في الأسواق وبعض الخبراء بالاعتقاد بأن التضخم سيشهد قريباً هذا الانخفاض لمرة واحدة في الجيل بصورة أساسية يبدو أن التضخم بدأ في التراجع وهذا أحد الأسباب لرؤية هذا التفاؤل ثم هناك بيانات أخرى قادمة توضح انخفاض في طلب المستهلكين وإنفاقهم وهذا أدى إلى التفاؤل بأن التضخم يتقلص أيضاً هناك رفع لمعدل الفائدة وسنرى كيف تتطور الأمور في المستقبل أستاذ مازن ما هي الإجراءات اليوم التي تتخذها الحكومات برأيك لمنع الركود أو التخفيف من أثاره خصوصاً بأن المحللين الاقتصاديين العالميين يقولون بأن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة يمكن أن تتعافى من الركود الاقتصادي أسرع من دول أخرى وتحديداً في العالم العربي يعني عربياً الحقيقة الوضع أصعب لدى الولايات المتحدة أدوات تستطيع أن تعمل بها ضخ أموال في حال كان هناك نوع من الركود أو اللعب في وطيرة أسعار الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب الوضع الاقتصادي هناك ولا ننسى التريليونات التي تم دفعها خلال وضع بأزمة كورونا عندما كانت القوة الشرائية يعني تعاني في الولايات المتحدة كل هذا الأمور لا نمتلكها للأسف في الوطن العربي خصوصاً الدول الغير نفطية تحديداً مثل أردن ولبنان وشمال أفريقيا وغيرها الصعوبة التي تتحدث عنها دكتور مازن بما خص الدول العربية وتحديداً غير النفطية يعني على ماذا يؤثر الموضوع على أي صناعات التي تعتبر معرضة للخطر في حالة الركود وكيف سيؤثر ذلك على وضع المواطنين إن كان في سوق العمل أو البطالة ومعدل البطالة نعم يعني تحدث عن نسبة البطالة في الوطن العربي في كثير من الدول أشدد على الدول العربية الغير نفطية البطالة تصل إلى مستويات غير مسبوقة الحقيقة ومع معدل تضخم مرتفع وأيضاً مع عملية رفع أسعار الفائدة يعني نضع هنا يعني الاقتصاد يبقى هنا في الوطن العربي بين كماشة ارتفاع تكاليف التمويل وبين ارتفاع تكاليف المعيشة بطبيعة الحال وبالتالي يعني لا توجد للأسف لدى الحكومات العربية يعني الكثير من الخيارات سوى القيام بعملية رفع الفائدة كلما قام المجلس الاحتياط الفدرالي في الولايات المتحدة برفع الفائدة هناك لأنه معظم العملات العربية الحقيقة هي مرتبطة بعملية صرف الدولار بثل الدينار الأردني وغيرها من العملات الأخرى حتى في المنطقة الخليج العربي لا توجد لدينا موارد مالية كافية لمساعدة الطبقات الأكثر فقراً للأسف ورح سوف تستاد عليهم الضغوط الاقتصادية خصوصاً يعني في منطقتنا العربية مع ارتفاع معدلات التضخم وأيضاً مع ارتفاع أسعار الفائدة رح تكون هناك مشكلة فيما تعلق في توفير أموال إضافية خصوصاً أن معظم موازنات الدول العربية الغير نفطية تعاني من عجز مزمن وبالتالي بحاجة إلى الاستدانة وحتى مستويات الاستدانة في المنطقة العربية تصل إلى المستوات غير مسبوقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات هذه الدول أستاذ أليكساندر برأيك ما هي الآثار المحتملة اليوم لهذا الانخفاض المتوقع الذي يتم الحديث عنه في التضخم ولكن هذا الأثار على الشركات والمستهلكين والاقتصاد ككل يعني كيف يضع مثلا المستثمرون والمشاركون في السوق أنفسهم في ضوء توقع انخفاض التضخم هذا حاليا السؤال هو هل سنرى هذا الانخفاض في التضخم الآن الأسواق متفائلة ونعتقد أن تخفيض التضخم إذا استمر فبنك الاحتياط الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة كثيرا وهذا جيد للبورصة التي ربما تنخفض قليلا ويكون هناك انخفاض في الأنشطة الاقتصادية السؤال هل سنرى هذه الزيادة في التضخم هناك تفاؤل ولكن من الخطر أن نقول دعونا نوقف زيادة سعر الفائدة هذا قد يؤدي إلى عودة التضخم الاقتصاد الأمريكي لا بأس به ولكن في العام القادم السؤال ماذا يحدث لو قرر بنك الاحتياط الفيدرالي تخفيض زيادة معدلات الفائدة أستاذ أليكسندر سؤال سريع هل مع الخفاض التضخم تعود الأسعار إلى سابق عادها كما كانت قبل أن يرتفع التضخم ربما لا الأسعار ارتفعت وربما النمو يكون بطيئا ولكن يجب أن نفهم ليس كل الأسعار ترتفع هناك النفط مثلا ينخفض سعره ينخفض البيض مثلا أسعاره ارتفعت هناك قضايا تتعلق بالإمداد وهناك قضايا الغير متأكدين منها مثلا انتشار الكوفيد في الصين مؤخرا أعتقد أن هناك الكثير من السيولة التي ضخت في النظام ولكن ربما تضخم لن ينمو بسرعة أستاذ مازن بالعودة إلى العالم العربي وتحديدا الدول غير النفطية ما هي الأدوات اليوم الموجودة لدى تلك الحكومات لتخفيف آثار التضخم والتدهور الاقتصادي على المواطنين يعني طبعا للأسف برجع بأكد بهذا الموضوع أنه لو كانت الحكومات العربية الغير نفطية تمتلك الموارد المالية الكافية لمساعدة شرائح كبيرة خصوصا في الشريحة الوسطى التي تتجه رويدا إلى منطقة الفقر بسوات الفقر تسجل مستويات مرتفعة لكن هناك محاولات حتى من خلال عندما تحصل الدول العربية خصوصا الأردن مثلا على منح من الخارج من أطراف دولية يتم تخصيص عادة جزء من هذه الأموال لمساعدة هؤلاء الذين يعانون من مشاكل اقتصادية سواء من خلال ارتفاع تكاليف المعيشة أو حتى في المتعلق في المعالجات الطبية والتعليمية وغير ذلك من أمور لكن لا أعتقد ذلك يكفي لأنه واضح بأنه حتى هذه يعني إحنا دائما الاقتصاد العربي الحقيقة يعني أيضا مرتبط بماذا يجري في العالم لا تزال الأزمة الروسية الأوكرانية قائمة لم نخرج بشكل كامل فيما تعلق بأزمة كورونا الصين الآن بدأت تقلص القيود فيما تعلق بأزمة كورونا وبالتالي هناك مخاوف من أنه يؤدي ذلك أيضا إلى المزيد من ارتفاع معدلة التضخم في العالم نعلم بأن الصين لها ثقلها الاقتصادي في العالم هي من أكبر المستوردين لعدة سلع أساسية وبالتالي زيادة الطلب المتوقع من قبل الصين وزيادة التبادل التجاري بين الدول المرتبطة مع الصين مثلا وحتى بما فيها إستراليا وغيرها قد تؤدي إلى تغذية الأسعار مجددا واتجاهها إلى الارتفاع لكن كل ذلك مرتبط أيضا ماذا يجري في الولايات المتحدة عندما يكون هناك دولار قوي سيكون له انكاسات سلبية حتى في منطقتنا العربية لا ننسى بأن الكثير من الديون أحجام الديون في الوطن العربي هي مقومة بيئة دولار وبالتالي ترتفع عليهم تكاليف تسديد هذه الأموال مرة أخرى إلى أطراف دولية وأيضا تؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع المقومة بيئة دولار كالنفط والمواد الغذائية وغيرها بالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك انعكاسات إيجابية في الخارج حتى يكون إلى أيضا تأثيرات إيجابية على الاقتصادات العربية بشكل عام أستاذ أليكساندر إلى أي مدى هناك أي مؤشرة على أن هذا التوقع بانخفاض التضخم ممكن أن يكون توقع غير صحيح وبالتالي يرتفع التضخم بدلا من أن ينخفض نأمل والسؤال هو ماذا سيفعل بنك الاحتياط إذا قال لا بأس سنقلل زيادة معدل الفائدة فمن المحتمل أن التضخم سيرتفع ويخرج عن السيطرة شكرا لضيفي الكريمين أستاذ العميد المساعدة الاستراتيجية والابتكار والتكنولوجيا في شامعة بوستن أليكساندر توميك ومن عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي المتخصص في تحليل أسواق المال والطاقة العالمية مازن إرشيد